شو بتقول الأفلاك لمواليد العقرب بآخر أسبوع من شهر كانون الأول ديسمبر عزيزي بدك تكون واعي جداً بيها الفترة ولازم تقوم بالمساعي والجهود للوصول إلى أهدافك بدون أثار سلبية هالأيام الأخيرة من الشهر مهمة كتير حتى ما تنام على أمجادك خاصة بأول الفترة يعني الأربعة 22 والخميس 23 حتى ما تتفاجأ بضربة يحضر لك الأعداء إذن بدك تنتبه وتظلك واعي وما تنام على أمجادك أو مرتاح أو مدوم ما يكون عندك واعي شو عم بيصير وحتى حراسة خاصة إذا كنت تشتغل بالسياسة ما بعرف مش عم خوفك بس الجو هيك بيقول الأفلاك بتسمع خبر جيد جداً بالمجال المهني يوم 24 يعني يوم الجمعة 24 ويمكن تعيش أحلام سعيدة على الصعيد الشخصي أو العائلة بين الجمعة 24 وبين السبت 25 بتنكب على أعمالك بدون امتعاض ولا تملمه هيك لازم بآخر هالشهر لأنه الأفلاك بتوعدك بما هو مناسب لألك وبتغيرات لمصلحتك إذا أحسنت التصرف والحرص هالشي بين الأربعة 29 والخميس 30 إذن في بعض التغيرات الصالحة جداً جبتار بينتقل إلى برج الحوت 30 والخميسة 30 وبيوعدك إما بشفاء أو بصحة جيدة أو إنعطاق نحو حرية نحرمت منها يمكن طوال هالسنة ويمكن تعيش بهالفترة أو ابتداء من 30 أحلام سعيدة جداً على الصعيد العاطفي بتمنى لك نهاية سنة مليئة بالحب مثل ما بتشوف الأفلاك وبداية سنة جديدة واعدة اشتركوا في القناة